ينوي إلينا ميناء سليمانية هشيار عبدالله عضو مجلس النواب عن حركة التغيير أولا دعني أبدأ معك مع تصريح زعيم اتلاف الوطنية دكتور رياد علاوي وأن العملية مريضة وربما ستنتهي أو ستنهار العملية السياسية في حال لم يتم الاتفاق مع الكاظمي مهو دعني قك تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة نتفق مع سيد علاوي وفعلا هناك مجموعة من الضغوطات بأساليب شتى من قبل الكتل السياسية منها الكردية والشيعية والسنية على سيد الكاظمي بعض من عدهم بقضية التسويف لتشكيل كابنته لأن الكتل المسيطرة الآن على الحكومة المنتهية ولايتها يعني هم يريدون أن يتباطأوا في قضية منح الثقة للحكومة الجديدة وبعض من الكتل السياسية الأخرى منها الكردية والسنية حتى الآن هم مسيطرون على بعض من الوزارات وبالتالي هناك محاولات بشكل جاد من قبل الكتل وخاصة مع وجود قضية وباء الكورونا ومع قضية تراجع الغضب أو الصخط الشارعي يعني هناك محاولة لتشكيل حكومة بنفس النفس المحاصصة الموجودة منذ 2004 ولذلك بالتالي هناك تهديد واضح جدا يعني بشكل عام على العملية السياسية ولا ينظر بالخير ولكن هناك من يرى أن الكتل الكردية لا تقل شأنا عن باقي الكتل التي تحاول عرقلت سير تشكيلة الحكومية الجديدة من خلال فرض مرشحين أبرزها يعني يوم أمس تصريح السيدة سروة عبدالواحدة نائبة السابقة هي كردية وتحدثت بشكل وضح قالت هناك فرض للإرادات طلب لإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين ما هو تعليقك؟ أنا أتفق معها أكيد هناك محاولة جادة من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني لفرض جنداته الحزبية والشخصية ومنها قضية الإبقاء على سيد فؤاد حسين على رئاسة حقيبة الوزارة المالية مع الأسف الشديد هو الوضع المشكلة يعني السيد الكاظمي الآن بين مترقة نور صندان بين مترقة تطلعات الكتل السياسية وإذا تم رفض يعني مطاريب الكتل السياسية ستكون نهايته مثل نهاية سيد علاوي بالتالي يجب هو يخضع أو على الأقل يستجيب المطاريب الحزبية وفي بعض الأحيان حتى الشخصية وإلا لا يرى حكومته النور طيب سيد هوشيار على الجانب الآخر هناك خلافات ربما بدأت تطفو إلى السطح بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني كيف تقرأ هذه الخلافات؟ وإلى أي مدى تؤثر على سير العمل الحكومي؟ هذه الخلافات خلافات قديمة حتى فيما يخص قضية منطقة دورتي هي هذه المنطقة تابعة إداريا لقضاء رواندوز وقريبا من قضاء رانيا هذا الحدود حدود أيام الاقتتال الداخلي بين الحزبين الرئيسيين ولكن الجديد في المشهد السياسي هناك جيل جديد في إدارة اتحاد الوطني الكردستاني أو قيادة اتحاد الوطني الكردستاني خاصة بعد مؤتمره من الأخير وهناك نفس جديد داخل اتحاد الوطني الكردستاني على الأقل لمواجهة النفس الموجود داخل حزب الديمقراطي الكردستاني بالتالي هناك منافسة حادة خاصة فيما يخص قضية السيطرة على الحكومة والملف الإداري حزب الديمقراطي الكردستاني لديهم نفس بأنهم حاكم الأوحد أو على الأقل هم مسيطرين تماما على ملف الإداري أو الحكومة من قبل سيد مسرور البارزاني وهناك نوع من الاستياء من قبل اتحاد الوطني الكردستاني لعلى الأقل مواجهة أو مجابهة هذا النفس من قبل رئيس الحكومة علما بأن هذه الحكومة الموجودة الحالية في قليم كردستان في مختلف الملفات هناك نوع من الفشل الموجود وبالتالي إفرازات هذا الفشل صار نوع من المحاككة أو الحساسية الحزبية بين الحزبين الرئيسيين أو الحاكمين اتحاد الوطن الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني واضح واضح وأنتم تعرفون تماما حتى الآن صحيح هناك حكومة واحدة ولكن بإدارتين مختلفتين وهناك خدود واضح جدا بينهما أنتم في حركة التغيير أولا كيف ربما تحاولون تهديئة هذا التصعيد الحاصل بين الحزبين أين دوركم أنتم من هذا التصعيد أولا ثانيا إلى أي مدى سيؤثر هذا الخلاف على تشكيل الحكومية على حكومة المركز نحن نتحدث الآن في مرحلة تشكيل حكومة جديدة بديلة لعادل عبدالبهدي إلى أي مدى هذا الخلاف في الإقليم سيؤثر على التشكيل الحكومية أولا مهما اختلفوا داخليا في قليم كردستان فيما يخص قضية توزيع الكعكة في بغداد هم يتفقون يعني يجب أن يعرف رأي العراقي بشكل عام وجنابكم أيضا مهما كان هناك اختلاف داخليا في قليم كردستان فيما يخص قضية توزيع الكعكة في بغداد يتفقون أولا ثانيا نحن كحركة التغيير طالبنا مرارا وتكرارا على الأقل نتوجه صوبة تشكيل جيش وطني بعيدة كل البعود عن القوى الحزبية لاتحاد الوطن الكردستاني حزب الديمقراطي الكردستاني كل المشكلة العويصة الآن اتحاد الوطن الكردستاني عندهم قوة عسكرية خاص بهم وحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا نفس الشيء قضية الابتعاد في على الأقل الاقتثال الداخلي لا سامح الله هو فقط بإرادة سياسية كاملة نحو تشكيل قوة وطنية خالصة بعيدة كل البعود عن تدخلات الحزبية ونحن كحركة التغيير دوما بشكل رسمي طالبنا مرارا وتكرارا بأن القوى العسكرية التابعة للأحزاب يجب أن تحل ويجب أن تكون تتواجد داخل تشكيل قوة وطنية تكون انتماؤها فقط لإقليمكم شكرا جزيلا من السليمانية هشير عبدالله عضو مجلس النواب عن حركة التغيير شكرا جزيلا لك سيدي شكرا جزيلا لك